يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يدَّعي العلم وطلبه ويفتي بجواز النظر في الدُش والقنوات الفضائية بحجَّة أن الناس بحاجة لمعرفة ما يُحاطُ بهم من أمور الحياة ومُعترَكها وأن لا يكون الإنسان جامدًا ويطعن في علماء السنة الكبار فما حكم التعامل مع هذا الرجل وكيف النصيحة له يعني هم جامدين وهو مايع عجل إذا صاروا هم جامدين معناه أنه هو مايع هذا كلام باطل وكلام لا يجوز والنظر في الفضائيات إذا كان فيه فتنة وشر لا يجوز الإنسان أنه ينظر فيه إلا من باب إن كان من أهل العلم ويبي ينكر يبي يسجل الشيء هذا ويضبطه ويرفع به للمسؤولين ويقوم بإنكاره يجوز هذا لأجل إنكار المنكر أما أنه عام ولا يعرف شيء ويجلس بقلبه هذا لا يجوز لا